ونتناول مع بعض الكلام الموجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة تريند الأهلي أول حاجة معايا فيها حساب سبورت 360 مصرية بيتكلموا على أرقام مسماني مع الأهلي في جميع البطولات لعب مع الأهلي 102 مباراة في 6 بطولات ما تقييمك للجنوب إفريقي مع المارد الأحمر حتى الآن ياخد كام من 10 طب الأرقام إيه؟ لعب 102 مباراة فاز 65 مباراة تعادل في 26 مباراة خسر 11 مباراة سجل 102 واستقبل 87 بالنسبة لي رقم استقبال الأهلي ل 87 هدف أنا شايفه رقم صعب جدا مش الأهلي اللي يدخل فيه 37 هدف حتى لو كسبان كل البطولات اللي كان بيميز الأهلي برضو هو كسبان يوم ما يخش فيه أهدف الدوري 10, 11, 12 ما بنسمعش أخطر من كده بس 87 هدف هل ممكن بقى في ظل غيابات كتيرة في ظل إصابات كتيرة ما هو برضو اللي ميجي نقيم لازم نحط كل التفاصيل قدامنا غياب بدري بنون غياب أكرم توفيق كان فيه غيابات حتى فيه الدفاع كتير محمود متولغة في فترة طويلة كان فيه فترة غياب رامي ربيعة غياب ياسر في فترة غياب أيمن أشرف غياب علي معلول برضو فترة كان فيه تغييرات كتيرة في الدفاع حتى نص الملعب لم يسلم حتى من الإصابات فيه فترة هو غيب فيها عمر السلية ولما شارك في النهاية كان ربع ساعة لأنه لسه راجع بعد غياب أحاولي شهر أو شهر ونص فالرقم محتاج ندرس ونشوف إيه الأسباب غيابات محتاجين صفقات ده بالتأكيد هيتم متابعته في الفترة اللي جاية طيب نروح لحساب الوطن الرياضي والسؤال والعنوان الأزلي اللي هيكون مصاحبنا في الفترة اللي جاية الأهل يحسم مصير مسماني خلال أيام وترشيح فيلر وكارتيرون لخلافته أنا بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا لا في ترشيح لفيلر ولا في ترشيح لكارتيرون ولا إدارة النادي أصلا أعلنت أن هيها تجتمع لحسم مصير مسماني بل بالعكس وقت منتشرت أخبار ومعلومات في هذا الشأن النادي الأهل كان عنده رد رسمي بخبر رسمي على الموقع مكتوف فيه الأهل لم يدعوا لأي اجتماعات طرقة خلال الفترة اللي جاية وبالتالي مسماني في فترة أجازة أو هيحضر دورة في المغرب ولما يرجع هيستعرف التدريبات عشان فيه مباراة كأس مصر يوم 12 ستة مع المصر بالسلوم مع كده عندنا 15 ستة مع أسترن كنباني في الدورة مباراة موجلة 19 ستة مباراة الزمالك فيه 29 ستة أو 26 ستة سوري آسف 26 ستة لقاء بيرامدز في كأس مصر فبالتالي شهر فيه مباراة مهمة جدا وحاسمة في ثلاثة بطولات اتنين كأس مصر وبطولة الدوري ولقاء القمة أمام الزمالك طيب حساب كورا بلس عاجل اجتماع ودي لإدارة الأهل خلال ساعات بسبب أحداث نهائي أبطال إفريقي طيب ده على أهدت كورا بلس وطالما اجتماع ودي ما بيتمش الإعلان عن اجتماعات ودي يا اجتماع رسمي يا إما ما فيش اجتماعات لكن عموما لو فيه حاجة رسمية بالتأكيد النادي الأهل ما عودنا أنه بيتم إعلانها وبيخاطب جماهيره بشكل رسمي وبيعرفهم كل التفاصيل الأهرام بيكلموا على أن ملف المعارين يتصدر جلسة لجنة التخطيط في الأهل مع موسيماني وطبعا الكلام ده عكس الكلام اللي مكتوف في الوطن سبورت ما هو الأهل لو يحسن مصير موسيماني هينقش معاه المعارين؟ أكيد لا فبالتالي ده اندل على شيء بيدل أنه فيه تضارف في المعلومات وكل واحد بيحاول يجتهد لكن ما فيش معلومة رسمية في هذا الموضوع بخصوص موسيماني واللي قدامك هو المصر الرياضي الفترة الجاية ما عندناش غير العنوان ده انقسام بين مجلس دارة الأهل ولجنة الكورة حول مصير موسيماني هل حد صرح وقالك أنا عايزه يمشي وعود وتاني قالك لا أنا عايزه يقض ما حصلش طب الانقسام جاي منين؟ كلها اجتهدات خسارة على طول لعيبها يمشي لعيبها يتباع مدربها يمشي تغيير في الجهاز ده شيء بيبقى متبع في الإعلام وفي الصحافة لكن الخبر الرسمي دايما تنتظروا من الإدارة لما بيكون فيه قرار رسمي والقرار الرسمي المنطقي الطبيعي دلوقتي الراجل عقده مكمل وقت ما الإدارة تشوف انه لا فيه توقيت لازم يكون فيه انفصال أكيد هتعلق لكن فيه مفيش يعني بالتالي أي كلام ده عبارة عن اجتهدات ولازم أأكد ده كل شوية إلى أن يخرج خبر رسمي أو قرار رسمي بهذا الشعب اليوم السابع بيتكلم عن لجمة التخطيط بالآله تطلب عودة أحمد ياسر ريان للقلعة الحمراء في الصيف انبالح كان معايا نفس العنوان لكن الأمر بيتوقف على حاجتين هل أحمد ياسر ريان عنده عروض فعايز يطلع إعارة تاني؟ هل عنده عروض قويسة انه يطلع بيع في الفترة الجاية؟ هل الإدارة أو لجمة التخطيط شايفة أن فيه استفادة من إمكانيات أحمد في الفترة الجاية بعد العودة من الإعارة في الدور التركي؟ كل ده بيتأكيد عن يعرفه بس مش النهاردة ولا بقرة الكلام ده مش هيبان قبل نهاية تمانية لأن لسه الموسم مستمر لغاية تلاتين تمانية والقيد لسه يبدأ واحد تسعة طيب يلا كورا بيتكلم على أن فيه مصدر بأخطر طبيب المنتخب بحالة محمد عبد الملان كلنا شوفنا عبد المنعم ما لعبش مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بسبب الإصابة وبالتالي فكرة انضمام للمنتخب دي محتاجة تقرير طبي من النادي الأهلي لطبيب المنتخب فهيتم التنصيق أكيد خلال الساعات الجاية وهيتم الإعلان إذا كان عبد المنعم يلحق يلعب في الأجندة ولا هياخد راحة عشان يستكمل برنامجه التأهيل والعلاجي مع الأهلي وإن كانت فرصة وجود عبد المنعم مع المنتخب أعتقد بنسبة 90% صعبة جدا وهيكمل مع الأهلي الفترة اللي جاية الوطن الراضي بيتكلم على أن النادي الأهلي بيحتفظ بصدارة تصنيف أنديت الكاف رغم خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا وبالأمس برضو ممكن عدد من المواقع اتكلمت على التصنيف الأهلي في المركز الأول ثم يليه الوداد ثم الترجي ثم الرجاء ثم نهضة بركان ثم مازمبي ثم سانداونز ثم الزمالك في المركز السابع يعني الأهلي الحمد لله في الصدارة رغم خسارة اللقب الإفريقي ب76 نقطة وده تصنيف خلال آخر خمس سنوات وتصنيف لقب نادي القرن حتى في الـ 22 سنة من القرن الجديد بعد القرن الماضي وهو نادي القرن المحتفظ بكل